بتبدأ الحكاية مع دولفن صغير اسمه سنو بول وبيكون بيلعب في المياه وبيستمتع بوقته وبيفضل يعوم في المياه من غير ما ياخد باله انه بعد عن مامته وبقى لوحده وفجأة بيظهر اخت بوت وبيقول لسنو بول انه لو كان يعرف قوانين المحيط ما كانش زمانه تعدى على المنطقة بتاعته وبيعرفه ان الجزء بتاع المضيق ده مش مسموح فيه باي كائنات بتتنفس من الهوى فبيعتذر له سنو بول وبيحاول انه يمشي لكن الاختبوت بيمنعه وبيقوله انه مش هيسيبه يمشي وبيبدأ يدايقه وسنو بول بيكون خايف جدا وبيحاول انه يهرب بسرعة لحد ما بتيجي مامته وبتنادي عليه وبتاخده بعيد وساعتها الاختبوت بيستخبه وبتفضل مامة سنو بول تقوله انها حذرته قبل كده انه يبعد عنها وبتعرفه ان المحيط ده مكان كبير وخطر ولازم ياخد باله بعد كده وفي الوقت ده الاختبوت بيدايق انها بتتكلم عليه بالطريقة دي وبيقرر انه يفك مجموعة من الانبيب الضخمة اللي كانت متعلقة من واحدة من السفن فبتقع الانبيب دي على سنو بول ومامته ومامته بتتزنق جوه واحدة منهم لكن سنو بول بيقدر يساعدها وبيحرارها وساعتها بيقوله الاختبوت يخلي باله علشان فيه حاجة كبيرة بتقع عليه والاختبوت بيكون فاكر ان سنو بول بيضحك عليه لكن وقتها بتقع فعلا حاجة ضخمة عليه وبتدي فرصة لسنو بول ومامته انهم يهربوا وبعد شوية بنشوف سنو بول وهو ماشي في المية مع مامته وبيتفاجئ بطفل بشري وبيدور على بابا او مامته ولما مش بيلاقيهم بيقرر يربيه علشان يكون اخوه لان ما عندوش اخوات وفعلا مامته بتوافق وبتسمح له يرجع به على القرية بتاعتهم وهناك كل الاسماك بيكونوا مستغربين من الطفل وخايفينوا انه يكون خطر او انه يكون نوع من القروش هم لسه مش عارفينه لحد ما بيقرروا يروحوا للسلحفاء حكيم القرية ولما بيمسك الطفل بيقولهم انه مش خطر وانهم ممكن يربوه من غير ما يخافه وفعلا بيبدأ سنو بول يتعامل مع الطفل انه اخوه او بغض النظر ان الطفل بيتنفس تحت المية عادي بس ده فيلم خيالي يعني المهم ان من وقتها وبيبدأ الطفل يعيش مع سنو بول ويتعلم كل مهارات الاسماك ولغتهم ويعوم زيهم وكل حاجة لحد ما بيكبر وبيبدأ ياخد باله انه مش شبه الدلافن وخصوصا انه بيتعامل مع نانا مامة سنو بول انها مامته وساعتها بيقول له سنو بول على الحقيقة وانهم لقوه عند حطام سفينة وربوه معاهم لكن هو في الحقيقة مش دولفن وطبعا الطفل بيتصدم وبيقول له سنو بول انه عايز يروح عند السفينة دي يمكن يلاقي مامته الحقيقية عايشة هناك وفعلا بيقرروا يروحوا هما الاتنين على هناك لكنهم مش بيلاقوا غير سفينة متكسرة ولما بيدخلوا جوه ويدوروا فيها بيلاقوا كائنات بحرية مضيئة وبيفضلوا يلعبوا معاها لحد ما بيلاقوا سلسلة فيها صورة بنت فبيقرر الطفل انه ياخدها ويلبسها وبيقول ان اللي في الصورة دي شبهوا اكتر من الاسماك واكيد دي من نفس النوع بتاعه وبعد شوية بيرجعوا عالبيت ومامة سنو بول بتعرف بلا حصل وبتتدايق من سنو بول جدا انه قال للطفل الحقيقة وبتقوله ان طول عمره عايش معاهم وبقى واحد منهم خلاص لكن الطفل بيتدايق وبيقول لها انه بيحبها وانها هتفضل مامته بس هو عايز يعرف مكان مامته الحقيقية ويتطمن عليها وبيطلع سطح المية علشان يتنفس هوى وينزل المية تاني وبيطلب من سنو بول انهم يروحوا عند السفينة المتحطمة تاني ويدوروا فيها وفعلا بيعملوا كده وبيروحوا هناك ولما بيدوروا اكتر في المكان كله بيلاقوا حطام لطيارة وبيكونوا مش عارفين الجسم ده بتاع ايه لكن في الوقت ده بيظهر الاختبوت مرة تانية وبيكون عايز يهجم عليهم لكنهم بينجحوا يهربوا منه بسرعة وهو بيفضل يجري وراهم لحد ما بيوصل عند مكان القرية بتاعتهم وبيهاجم نانا لانها حاولت تدفع عن الطفل وسنو بول وساعتها كل الاسماك بتتجمع علشان يحموا سنو بول والطفل والسلحفاء بيطلب من الاختبوت انه يمشي في سلام لكن الاختبوت بيفضل يقولهم انه لما وصل المكان ده كان لسه اختبوت صغير وبقى مسيطر على المضيق اللي عايش فيه كله لكن لما كبر بقى عنده حلم تاني اكبر وهو انه يسيطر على المحيط كله وبيبدأ ينشر الحبر بتاعه في المكان كله وبمجرد ما بينتشر الحبر ده بتبدأ عين الاسماك تتحول للون الاحمر وبيقدر انه يسيطر عليهم وبيخليهم اتباع ليه وفي نفس الوقت ده بيكون الطفل وسنو بول مستخبيين علشان يهجموا عليه من ظهره وفعلا بيعملوا كده لكن الاختبوت بيقدر انه يمسك الطفل وبيفضل يقوله انت ميزيهم انت بتتنفس هوى وبيخلي كل الاسماك تهتف وتقول يسقط متنفسين الهواء واسناء مهمة بيتكلموا بيشوفوا شبكة صيادين بتقرب منهم وساعتها الاختبوت بيزوق الطفل على الشبكة دي وبعد شوية بينشوف الطفل لما بيفوق وبيلاقي نفسه على سطح المية وبيكون اللي لقاه قبطان اسمه مرفارد وبيقدر يعالجه وبيقعده عنده في البيت لكن لما الطفل بيقوم بيكون خايف جدا وبيحاول انه يهرب بسرعة من المكان ده ولما بيجري بيلاقي نفسه على الساطق وفي دلفين كتير على الراملة فبيجري بسرعة وبيشوف سنوبول وبيسأله عن اللي حصل وسنوبول بيقوله انه هو ودلفين كتير قدروا يهربوا من الحبر بتاع الاختبوت ولقوا نفسهم المية جابتهم هنا على الساطق وبيعرفوا انهم كانوا عايزين يدوروا عليه وفرحوا لما شافوه انه كويس وساعتها بيحاول الطفل انه يزوق سنوبول في المية لكنه بيكون تقيل جدا وطفل مش بيقدر لكن بييجي الكابتن مرفارد وبيساعده ولما بيشوف ان الطفل بيتكلم مع الدلفين بيقول انه مش مصدق واكيد الطفل ده خارق فبياخد منه السلسلة اللي كان لابسها من غير ما ياخد باله وبيقوله انه يعرف مكان مامته فين واول ما الطفل بيسمع كده بيقول سنوبول انه مش هيقدر يرجع معاه لانه عايز يعرف مكان مامته وهيروح لمرفارد وبعد شوية بنشوف مرفارد وهو بيتكلم مع شخص اسمه ماجد وبنعرف ان ماجد يبقى تاجر قوي وغني جدا ومرفارد بيقوله انه لقى طفل خارق وهيشارك بيه في مسابقة المحار اللي جاية وماجد بيوافق وبيقوله انه شاكك انه هيقدر يكسب بس هيخليه شارك ومن الناحية التانية بنشوف الطفل لما بيصحى من النوم في بيت مرفارد وبيلاقي مراته وبنته برة والبنت بتكلم مامتها وبتقول لها ماما فبيقول الطفل انه اكيد دي ماما اللي كان مرفارد يقصدها وبيطلع يجري وراها علشان يلحقها لانها كانت رايحة السوق وبيفضل يدور عليها في كل مكان لكنها بتكون تاهت منه لحد ما بيسمع صوت حد بيطلب المساعدة ولما بيدخل يشوف مين ده بيكتشف انها سمكة محطوطة في بلورة وبتقوله انهم هيخلصوا عليها وبتكون مستغربة ان الطفل فهمها لكن الطفل بيوعدها انه هيساعدها وبياخد البلورة وبيجري بسرعة والسوق كله بيجري وراه لانهم بيقولوا عليه حرامي لحد ما بيوصل عند البحر وبيرمي البلورة بكل قوته في المية علشان السمكة تهرب لكن الناس بيقبضوا عليه وبياخدوا المرفارد وبيقولوله انه بيربي عنده حرامي لكن المرفارد بياخدوا منهم وبيقولهم انه طفله ما يعرفش حاجة وبيرجع بيه على البيت وبيخلي مراته تحميه وتنظفه وتجيب له اكل وكل حاجة ومن وقتها بيبدأ يدربه وبيروحوا مع بعض البحر كل يوم والتدريب ده بيكون على ان الطفل يختص ويجيب المحار في وقت قليل علشان وقت المسابقة يقدر يخليه فوز والطفل وقتها بينادي على سنو بول وبيطلب منه يساعده وبيفضله يتدربه كل يوم ومرفارد بيكون فرحان وبيستخدم الطابلة بتاعته علشان يحمص الطفل وبيقوله ان الطابلة دي سحرية وكل ما بيستخدمها بتتحقق ليه امنية وبعد شوية بيجي معادل مسابقة وبنشوف ماجد وهو واقف على المركب وكل المتسابقين جاهزين علشان ينزلوا المية ويجيبوا المحار من تحت باقصى سرعة وفعلا بيعملوا كده وكل واحد بينزل يجيب محار ويحطوا في شبكة معادة الطفل اللي بيختص هو وسنو بول ومش بيظهروا تاني وبنشوف ان فيه غواص تحت المية بيرائبهم هما الاتنين لكن انا مش بنعرف هو من دلوقتي وفي الوقت ده بيبدأ ماجد يتريق على مرفارد وبيقوله ان الطفل المعجزة بتاعه هيكون سبب خسارته لكن مرفارد بيكون واصق فيه وبيقول لماجد انه متأكد انه هيكسب في الاخر وبيقرر يراهن ماجد على المركب بتاعه وبعد شوية بيطلع الطفل من المية وبيعد المحار اللي معاه وبيكون قليل جدا وبيخسر المسابقة وده بيخلي ماجد يتريق على مرفارد تاني وبيقوله انه كده كده خسر كل حاجة وبيمشي لكن اول ما بيمشي بيتفاجئ مرفارد ان الطفل ما جابش محار عادي وانه جاب لقلق من المية فبيفضل يحتفل وبيقوله انه كده هيقدر يشتري عشر مراكب مش مركب واحد لكن فجأة بتهجم عليهم مركب تانية وبيخطفوا مرفارد والطفل ولما بيفوقوا بيلاقوا قراصنة عبارة عن ثلاث بنات ومعاهم سمكة قرش على المركب وسمكة القرش لما بتعرف ان الطفل بيفهم لغة الاسماك بيطلب منه يحرر ويرميه في المية بسرعة وفعلا بيعمل كده وبيزقه في المية وفي الوقت ده بيفضلوا البنات يسألوا مرفارد عن مكان اللقلق لكنه بيكون رافض يتكلم فبيقرروا يغنوا اغنية عبارة عن طقوس ليهم علشان يخلصوا عليه لكنهم بيتفاجئوا ان مرفارد حافظ الاغنية وبيغني معاهم فبيسألوهم تعرفت الاغنية دي منين فبيقولهم من الجد زار فبيتفاجئوا لان الجد زار دي تبقى الزعيمة بتاعتهم وبيقرروا ياخدوا ليها وفعلا بيروحوا على هناك والجد زار اول ما بتشوف مرفارد بتقوله انه قرر يساعدهم من عشر سنين واختفى من وقتها وبتفكروا ان ناهد مامة الطفل دخلت في نوبة من البكاء لما عرفت انها خسرت ابنها ومن كتر البكاء بتاعها عملت بركة من المية ولسه في الحالة دي لحد دلوقتي وبيفتكر مرفارد من عشر سنين لما كان على المركب بتاعه وحصلت حدث الطيارة كانت بتقع في المية وخبطت المركب بتاعه واللي اتنين انفجروا مع بعض وبيقول لها انه مقدرش يعمل حاجة بسبب ان المركب بتاعته اتدمرت وفي الوقت ده بيظهر راجل عجوز وبيقول لهم انه جاي علشان يساعدهم وانه عارف البحث بتاع ناهد اللي كانت شغالة عليه والمدة اللي عملتها زمان علشان تنقل محيط من السموم اللي فيه وبيقول للطفل انه لو عايز ينقذ مامته يبقى ييجي معاه على الحطام بتاع الطيارة ويجيب الازازة اللي فيها المدة دي والطفل وقتها بيوافق وبيقول انه لازم يتصرف وينقذ مامته وبيقرر انه يروح معاه وفعلا بيروحوا على هناك وبينزل الطفل في المية وبيفضل يدور على الازازة لحد ما بيلاقيها وبيطلع علشان يديها للعجوز لكنه بيتفاجئ انه بياخد الازازة وبيخلع الدقن اللي كان مركبها وبيطلع ان ده الغواص اللي كان بيرائب الطفل وسنوبول طول الوقت اللي فات ده وبيقوله ان مامته اخترعت مادة خطيرة هتخليه سيطر على المحيط كله وعلى الكائنات اللي فيه كمان وفجأة بيظهر الأخطبوط من وراء الغواص والغواص بيدلق شوية من المادة دي في المحيط وشوية في بق الأخطبوط وده بيخلي عينه تتحول للأحمر وبيقوله انهم هيخلصوا اللي بدأوه مع بعض وبيحاولوا انهم يخلصوا على الطفل وسنوبول لكنهم بيقدروا يهربوا منهم في آخر لحظة والغواص والأخطبوط بيقرروا ينزلوا المية علشان يدلقوا باقي المادة ويسيطروا على المحيط كله وبعد شوية بنشوف سنوبول والطفل لما بيرجعوا المكان لجده زار وهناك بنشوف ان عين سنوبول بدأت تتحول للون الأحمر وبدأ يتأثر من المادة لكن الجده زار بتقول انها عملت تعويزة سحرية على دموع ناهد علشان تعالج التأثير ده ولما بتدي منها شوية لسنوبول بترجع عينه اللونها الطبيعي مرة تانية وساعتها بتفتح الجده زار شلال من الدموع دي في الجزء اللي هم فيه من المحيط وبتقول انهم لازم يجيبوا كل الأسماك في الناحية دي علشان يتعالجوا من تأثير السم وعلى طول بيقرر سنوبول والطفل انهم يواجهوا الخطر وينزروا على المحيط وبيروحوا للمكان اللي فيه الأخطبوط وباقي الأسماك اللي بقوا من أتباعه وبيفضل يستفز فيهم لحد ما بيجروا وراه والغواص بيفضل ينادي عليهم وبيقولهم ان يدي خدعة لكن محدش بيسمع كلامه وفعلا بنشوف انهم بمجرد ما بيوصلوا عند الجزء اللي فيه المادة السحرية بيتعالجوا كلهم وبيرجعوا لطبيعتهم وفي الوقت ده بيقرر الكابتن مورفارد انه ينزل المياه ويساعد في المعركة دي وبيهجم على الأخطبوط والغواص مع بعض وبيكون الطفل وسنوب هول هم كمان بيوجهوهم وبنعرف ان الكابتن مورفارد اتفق مع باقي الغواصين انهم يرموا شبكة كبيرة علشان يسيطروا على الأخطبوط وفعلا بيرموا الشبكة عليه لكن الغواص بيقرر يدي الأخطبوط جرعة زيادة من المادة اللي معاه وده بيخليه يخرج عن السيطرة ويتحول لوحش ضخم جدا ولما بيحاول الغواص يسيطر عليه وبيقوله انهم هيحكموا المحيط مع بعض بيرفض الأخطبوط يسمعه وبيهجم عليه وبياكله وبيقول انه هيحكم المحيط لوحده وبيقرر يهجم على المكان اللي فيه ناهد علشان يقضي على البركة لانها العلاج الوحيد للتأثير بتاعه لكن وقتها بيقول الطفل ان لو ناهد ممتو عندها قدرة سحرية فأكيد هو كمان عنده نفس القدرة لان دمها بيجري في عروقه وبيقرر انه ينطب كل قوته وبيهجم على الأخطبوط وفعلا الخطة بتنجح والأخطبوط بيختفي وكل الغواصين بيفضلوا يحتفلوا لكن وقتها بياخدوا بالهم ان الطفل مزظاهر وبيكونوا زعلانين كلهم عليه لانهم فاكرين انه مات لكن مورفارد بيقرر انه يستخدم الطبلة بتاعته وينازع الطفل وساعتها بتحصل حاجة سحرية وبنشوف ان مامة الطفل بتفوق وبتقرر تضحي بنفسها علشان ابنها يعيش وفعلا التضحية بتنفع والطفل بيظهر مرة تانية وكلهم بيكونوا فرحانين وبيفضلوا يحتفلوا بي وبيقرر الطفل وقتها انه يرجع يعيش مع سنو بول لانه مالوش عيلة دلوقتي غيره وبكده بتكون خلصت حكاية النهارده